اشتركوا في القناة بحرين جهودها المرتبطة ببناء خبراتها في كل ما له علاقة بتقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات مشاركتها النوعية معتبرة أن القطاع البحثي والمعرفي رافد من روافد هذا البناء من جانبه قال سعدة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز دراسات في كلمة له إن مملكة البحرين تحت قيادة جلالة ملك البلاد المعظم قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة وتوسيع قاعدة مشاركتها وحصولها على أعلى مستويات التعليم وعرب سعادته عن اعتزازه بما حققه المجلس الأعلى للمرأة الذي يتشرف بقيادة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من منجزات للمرأة البحرينية في مجالات عدة ويشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر يومين مجموعة من المتخصصين والخبراء وصناع السياسات من العالم العربي والعالم لبحث أفضل السبل نحو تقدم وتعزيز دور المرأة في القطاعات كافة يقدم المنتدى لهذا العام رؤى ومنظورات لتعزيز مشاركة الإناث في مجالات البحث العلمي وتحديد أيضا أبرز التحديات التي تواجه المرأة وسبل مواجهتها بما يكفل للمرأة المزيد من العمل والإنجاز في مراكز البحوث من خلال استعراض تجارب ناجحة ونماذج ريادية تمثل دروسا مستفادة الحمد لله حققت إنجازات كبيرة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين فإحنا في هذا المؤتمر مهم أن نتناول زاوية ذات أهمية عالية التي هي قضية مساهمة المرأة في صنع القرار وفي المراكز البحثية عموما فهي فرصة للمجتمع البحثي في مراكز البحرينية تفاعل مع مجتمع صنع القرار وأيضا للتفاعل مع كافة الأصحاب المصلحة في المنطقة وخارج المنطقة